معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية دكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة مرحبا بك معنا دكتور هشامي للستوديو الآن يعني تحدثنا كثيرا وكنت ضيفنا في عدة حلقات عن هذه التنظيمات الإرهابية التغفيرية من تنظيم القاعدة بوقو حرام وتنظيم داعش المنتشر أخيرا في سوريا والعراق واستراتيجياتها عندما تخسر معارك تخسر مساحات من الأراضي التي كانت تسيطر عليها تلجأ إلى العمليات الانتحارية والتفجيرات هنا وهناك إلى أي درجة برأيك من خلال متابعاتك باتت هذه الاستراتيجية ناجعة وتفيد أو تؤدي إلى نتائج التنظيم حقيقة نعم واضح أن هناك تحولات كبيرة في تكتيكات هذا التنظيم في عملياته الإرهابية خاصة بعد خسارته الموصل أو شكا يخسر حتى الرقة وبالتالي هو يلجأ إلى ما يعرف بتكتيك الأيام الزرقاوية هذا التكتيك يعتمد على عدد قليل من الإرهابيين وأيضا هو يقوم بعمليات قتل عشوائي ولكن هذا التكتيك أيضا هو أشبه ما يسمى ضمن الدراسات الأمنية والعسكرية بالذئاب الجريحة غالبا هؤلاء يعودون للانتقام من نفس المناطق التي تحررت وهذا ما يحدث بشكل يومي في العراق فمثلا في الأمس تم مهاجمة قهوة لجلوس الشباب بعملية انتحارية بحزام ناسف وقبلها في مدينة الناصرية مطعم وأيضا في منطقة بيجي مطعم وبالتالي هذا القتل العشوائي لما يعرف بالأيام الزرقاوية عمليات انتقامية ثأرية التنظيم ينتفع من أمرين أولا أن هذه العمليات تقوم بالتمويل الذاتي لنفسها الأخرى أيضا هو ينتقم من من انتصروا عليه وأيضا يعيد لملمة جراحاته في مكان آخر بعيدا عن المشهد هذه الطريقة استخدمها الزرقاوي في فترة 2004 إلى أن هلك في منتصف 2006 استطاع فيها إشغال الرأي العام والصحافة وأيضا القوات الأمنية بعمليات انتقامية وفي مكان بعيد هو لملمة عناصر التنظيم مؤسسه ما يعرف بمجلس الشورى دكتور بشام كي لا يعود العراق إلى مرحلة الزرقاوي وما تحدثت عنه قبل قليل ما المطلوب اليوم من القوات العراقية من الحكومة العراقية لتلافي هذه الاستراتيجية التي كما قلت أصبحت واضحة وأصبحت معروفة لدى الجميع استراتيجيات داعش أو التنظيمات الإرهابية حقيقة المناطق يحكمها المحليين وبالتالي الغرباء الذين هم من خارج المناطق من العراقين القوات الأمنية ينبغي أن يعودوا إلى أماكنهم وتفويض كل منطقة بحماية نفسها صناعة وعي مجتمعي أن الأمن هو قرار مجتمعي هو الوحيد الذي يهزم هذا النوع من التكتيكات كما حدث في عامي 2007 وعام 2008 حينما انتصرت العشائر في غرب العراق على تنظيم القاعدة واستطاعت أن لا تبقي له أثرا في تلك المناطق حينما تم اعتماد المناطقيين في مسك الملف الأمني الاستخبارات المعلومات لم يبقى أي مكان لهؤلاء حتى ذهبوا إلى الجبل وذهبوا إلى الصحاري إذن ترى أن هناك تحرك من قبل القوات العراقية على سبيل المثال خاصة بعد الدعوات اليوم على سبيل المثال الدعوات التي سمعنا عنها لتمشيط مناطق في الحويجة وتل عفر خشية وجود عناصر نائمة أو مختبئة نوعا ما لديها العتاد لديها السلاح لديها القدرة والاستراتيجية على زعزعة الأمن من جديد في تلك المناطق أو إحداث تفجيرات إرهابية هذه الاستراتيجية من قبل القوات الأمنية العراقية إعادة التمشيط بعد الانتهاء من المعارك والتأكد من خلو تلك المناطق من هذه من هؤلاء الأفراد ما رأيك بها؟ كيف تنظر إليها؟ حقيقة هذه الدعوات واقعية وحلول لاجتساث هذا التنظيم من جذوره هذه المناطق هي مناطق بعضها تلال وبعضها جبال فبالإمكان أن تكون هناك أنفاق وكفوف يختبئ بهذا التنظيم المتطرف خاصة المناطق القريبة من الدبس والقرى في منطقة الرشاد تحتاج إلى قوة أمنية واسعة لإنهاء هذا الملف نعم التحرير اكتمل لكن تبقى عمليات التطهير ربما تحتاج إلى فرز وعزل كل منطق على حدة أو كل قري على حدة وتفتيشها بمعونة الأهالي أشكرك الجزيل الشكر الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد